فابتدى بقى الحديث بتاع الرب للحية بعد ما قالت الحية غرتني فأكلت فقر رب الإله للحية ونبتدى نشوف العقوبات بقى أول عقوبة على الحية لأنك فعلت هذا ملعونة أنت من جميع البهائم ومن جميع الحوش البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين كل أيام حياتك إحنا ما نعرفش شكل الحية قبل السقوط لكن كلنا نعرف أنها أحية لجميع حيوانات البرية التغير اللي حصل ده تغير فيزيائي في جسمها وده بيحصل جدا الله ممكن يسويتش جينات أوف وأن ويغير الموضوع ده مش حاجة غريبة أنها تحصل لأن الناس كتيرة بتتحدى هذا الجزء وتقول إزاي الحية بتدت تسع على بطنها طب والجينات اللي حولتها ده كله في إيضة الله الخالق لا يمثل أي مشكلة لأن احنا بنتعامل مع إله خلق الحية من الأصل فيقدر يغير طبيعتها وده شيء مش غريب على الله فالرب لعن الحية بس واضح أنه كانت زكية وكان عندها دهاء وكان عندها حيلة لأنه الرب وصف الحية أنها أحيل آه بس ما نقدرش نتكلم عن جمالها ما نعرفش شكلها لكن نقدر نتكلم عن حيلتها ياس لكن ما نقدرش نتكلم عن شكلها فشكلها قال لها أنك هتكون لأنه البعض كان بقول أنه إلها رجلين وإدين وكذا ما نعرفش الكتاب ما وصفش ولما كتاب يصمت علينا أن إحنا نصمت لأنه لو حاولنا نستنتج غالباً هنجيبها غلط فلما الكتاب المقدس ما أعطلناش إعلان واضح ما فيش داعي أن إحنا نفتي أو نقول أي أفكار مختلفة كلنا نقدر نقوله أن الحية أحية لجميع حيوانات البرية ما نعرفش شكلها قبل السقوط لكن بعد السقوط الوصف اللي موجود قدامنا هو اللي بيصفها الآن فالرب قال لها أنك هتكون ملعونة أكثر من جميع وحوش البرية فبوحوش البرية لعنت أيضاً لأنه بسقوط الإنسان دخلت اللعنة ودخل الموت إلى العالم فسقوط الإنسان مش بس أثر على الإنسان والجنس البشري أثر على الطبيعة وعلى المخلوقات وعلى الحيوانات وعلى النباتات وعلى كل شيء عشان كده الخليقة بتئن منتظر استعلان مجد أولاد الله اشتركوا في القناة